الارتفاع الكبير في الإصابة بفيروس كورونا يدفع السلطة الفرنسية إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس أعلن عن فرض السلسلة من القيود من بينها إغلاق الحدود الفرنسية مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كما تتمثل هذه التدابير في إلزامية تقديم فحص اختبار كورونا للقادمين من دول الاتحاد الدخول إلى فرنسا أو مغادرة البلاد خارج نطاق الاتحاد الأوروبي سيكون محظورا مع حالة الضرورة القصوى قررنا أيضا فرض اختبار فحص كورونا لجميع القادمين إلى البلاد لم تتجه فرنسا إلى إعلان إغلاق تام لكنها حافظت على قرار حظر تجول المفروض في كافة أجهزة أنحاء البلاد حظر التجول مكن من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الحالة الوبائية الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الفرنسي لتشديد العقوبات في حق المخالفين للقرار مسألة الإغلاق تبرز بشكل قانوني على ضوء المعطيات الأخيرة لكننا نعلم تأثير الإغلاق الكبير على الشعب الفرنسي وإضافة إلى فرض حظر التجول اتخذت أيضا قرارات جديدة وفق التدابير المعلنة سيتم إغلاق المحلات التجارية الكبرى وتمديد العمل عن بعد بخصوص المقاولات قيود جديدة تاتي في سياق عام تخيم عليه المخاوف من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا وسجلت فرنسا على مدى الأيام الماضية أزيد من عشرين ألف إصابة بالفيروس كمعدل يومي اشتركوا في القناة